بسم الله الرحمن الرحيم معكم أخوكم عبدالله الغامدي منبادرة أرشفة بإذن الله اليوم راح نبدأ حل أسئلة Old Exams مادة ISS108 راح نحل Midterm 203 خلونا نبدأ بالسؤال الأول السؤال الأول هنا أعطاني variable GPA equal 2.4 وعندي بسؤال F statement تمام طبعا في هذه الحالة إذا كان عندي F و Else F و Else F برضو إذا طبقت القاعدة الأول راح يتم تجاهل الثانيات تمام راح أشرح هذه النقطة بالتبصيل في السؤال الثاني فلما نجي هنا نقول أن 2.4 greater than or equal 3 هذا غلط معناها أن نتجاهل كلمة owner ما نطبعها لما نجي للشرط الثاني نشوف هل 2.4 greater than or equal 2 نعم فنطبع good standing وزي ما قلنا في الحالة هذه بما أن نطبق الشرط هنا راح يتم تجاهل الأخيرة طيب السؤال الثاني تقريبا مشابه للسؤال الأول لكن يختلف في نقطة مهمة جدا راح أشرحها السريع الحين إذا كان عندي مثلا هذا المستطيل طيب مكون من F و Else F و Else F مثلا طيب وكان عندي هذا المستطيل الثاني مكون من F و F و F تمام فالسؤال الأول هذه الحالة إذا طبقت القاعدة على statement الأولى معناها راح يتم تجاهل الثانيات لكن السؤال الثاني زي اللي قاعدين نشوفها الحين إذا طبقت القاعدة هنا لازم ننشيك على المربعات الثانية لأن كل F نفصل حالها فنيجي هنا نشوف السؤال هل 2.4 greater than 3 لا معناها ما نطبع أولر لكن 2.4 is greater than 2 معناها أنه نطبع good standing لكن ما نوقف كذا ما نتحلنا هل 2.4 greater than 0 نعم فهذه الثنتين كلها راح تنطبع بحكم أن كل F هنا نفصل بذاتها في هذا السؤال أعطاني أنه integer s equal to zero وأعطاني for loop أنه integer x equal to zero x less than or equal thousand تمام ورح تزيد كل مرة بواحد هنا والS مرضه في اللوب راح تزيد كل مرة بواحد والprint راح يكون ناتج واحد فقط بحكم أنه خارج اللوب تمام الحين بما أننا قلنا أن الـ x راح تبدأ من الزيرو ورح تكون الألف included في المعادلة أو في اللوب معناها أنه راح تطبق العملية ألف زائد واحد تمام وهذه راح تكون هي قيمة الـ s equal to ألف وواحد عندي سؤال هذا أعطاني string course equal to midterm تمام في أول print عندي هنا يقول لنا course that substring from one to three طبعا في الأمر هذا اللي هو substring راح يكون عندي الone included والthree excluded معناها أنه راح يتم طباعة اللي هو ال-i وال-d مبدئيا في الثانية هنا substring three هذه معناها كيف أنه راح تكون three included إلى آخر الكلمة يعني راح تكون من t إلى m هنا فراح يكون الـ print عندي term الأخيرة هنا index of m طبعا زي ما حنا ملاحظين أنا عندي هنا 2m لكن إذا كان index of m راح ياخذه أول واحد في الكلمة يعني أول حرف متكرر موجود في الكلمة فراح يكون الـ index حقا اللي هو zero طيب هنا أعطاني integer a equal to five تمام طبعا عندي switch statement هذه تقريبا نفس ال-if statement لكن يكون مثلا يعني إذا كنا منحول هذه case three إلى f statement راح نقول مثلا f a equal to three تمام فالفرق بينه وبين ال-if statement أنه إذا طبقت قاعدة من أو طبقت الشرط الموجود هنا راح يستمر إليه يلقى break يعني فأول شي هنا هل خمسة تساوي ثلاثة لا طبعا فنجي للثاني هل خمسة تساوي خمسة إيه فراح يطبع هذا وراح يطبع هذا راح يطبع هذا بحكمنا إيش مو بأن الشرط تحقق ولا لا بحكمنا ما راح يوقف إلا إذا كان فيه break طيب عندنا في هذا السؤال أعطاني integer n equal to two plus three multiply by four معروف أنه نبدأ بالضرب أول فراح تكون 12 زاد 2 اللي هي 14 تمام الثانية integer m equal to 17 وهذه remainder على عشرة فكم باقي قسمة 17 على عشرة راح تكون اللي هي 7 حلو الأخيرة هنا اللي هي double x 17 divide by 10 هذه راح نقول فيها كم عندي 10 في 17 ما عندي إلا عشرة واحدة فراح يكون one point zero الpoint zero هذه بحكمنا double لكن لو كان integer راح تكون واحد فقط طيب هنا عندي حالة نسميها nested loop تمام اللي هي راح تكون loop داخل loop فبداية قال لي أن integer i equal to zero والi less than one والi راح تزيد كل مرة باثنين وداخل i عندي integer j equal to one j less than or equal to وj plus plus يعني راح تزيد كل مرة بواحد تمام فمبدئيا الحين لما نشوف الprint هنا طباعة i والj ال i ب zero والj ب one تمام الحين ما نطلع لل i مرة ثانية لا ما زلنا داخل ال i حلو اللي هي i equal to zero فالj بعد ما زودناها بواحد صار قيمتها اثنين الاثنين قيمة تحقق الشرط معناته راح يكون في طباعة ثانية راح تكون zero و two الحين زودنا ال j بواحد صار قيمتها ثري معناته ما راح تحقق الشرط حقي فحنا منطلع الحين من اللوب الثاني ونرجع للي هو ال i حقنا لما رجعنا ال i الحين زودنا باثنين فصار ان i equal to ال i equal to two greater than one معناته انه ما تحقق الشرط فعلى كذا يكون انتهى الكود حقي طيب الحين هنا اعطاني string a equal to quiz تمام وكان عندي مثل اللي هي change a لما نجي نشوف المثل هي المثل اعطتي انه a equal to matter تمام لكن في الحالة هذه ال a variable a هذه صار قيمتها matter داخل المثل هذه فقط لا غير يعني اذا طلعنا برا المثل راح تكون قيمتها نفس ها اللي هي quiz يعني ما راح تغير فراح يكون print عندي هنا quiz طيب عندي هذا السؤال تقريبا مشابه السؤال اللي فوق لكن فيه شيء مهم جدا يختلف فيه اللي هو type هنا عندي string array و هناك كان عندي string فقط فالاختلاف والشو الحين اذا جينا المثل حقتنا اللي هي change a تمام احنا غيرنا اللي هو ال index بزيرو طبعا هذه تعتبر الحين a بزيرو يعني حاليا مبدئيا كذا فلما نستدعي المثل هنا ونغيرها راح تغير قيمتها على ال class هذا كامل اللي هو q1i مو بزي الصال اللي قبل اللي كان تتغير قيمة داخل المثل لا معنات الحين انه a بعد الطباعة يعني راح يكون term ما راح يكون qz طيب عندي الحين هنا اخر سؤال في question one يعني اعطيني of array a equal to qz اللي هي a of zero تمام واستدعي للمثل اللي هي change a لما نشوف المثل عندنا عرف لي هنا string b طيب equal to term بعدين قال a equal to b طبعا زي ما شرحت قبل انه اي شي في المثل راح يتغير الداخل فقط لا غير معنات انه a وال b هذي تغير الداخل المثل او انه حطينا قيمة b في a جوة المثل هذي ولا راح تأثر عن اللي برا هنا فرح تكون ثاني هنا عندي كلاسين اللي هو super الاب و sub اللي هو الابن بحكم انه extend super تمام طبعا by default super extend object فلما نبدأ الحين في الاسئلة هنا عندي سؤال الاول قال لي new sub طيب لما نجي في الكود ندور الكون constructor حق new sub اللي without argument تمام راح نلقى انه فيه ايضا في الاب constructor فراح تمشي بحكم انه لم أحدد لي reference و راح اوضح في سؤال ثاني راح تمشي من الاب مبدئية من الاب الى الان توصل الى ال class اللي اصدعيناه الى مثلا هذا اللي هو new sub فراح يكون print عندي هنا في البداية super ثم sub عندي سؤال الثاني بنفس القاعدة new sub 5 بدون اي reference تمام فلما نجي الحين ندور على constructor اللي لا يحتوي على argument اللي هو integer n تمام نلقى انه سيطبع لي sub و n اللي هو العدد اللي كان داخلها وبرضو زي ما قلنا بما انه ما حددنا اي reference فراح نرجع ال class الاب وندور constructor اللي فيها argument integer n اللي هو هنا فراح يكون الprint عندي super 5 ثم sub 5 طيب في السؤال الثالث نشوف انه عندي super s اللي هو reference equal to new sub 5 معنات الحين صار عندي اللي هو object وعندي reference فلما نقول انه super s اللي هو type الكبير equal to new sub 5 اللي هو الصغير معنات انه نحن نبغى ما راح نرجع لحين الكلاس الاب زي ما سوينا في الاول والثاني هنا فلما نجي نستدعي اللي هو s dot m 1 المثل هذه نروح نشوف ها وين في sub فقط يعني يتم تجاهل super m 1 فراح يكون عندي print sub m 1 طيب عندي في هذا السؤال قلنا super s equal to new sub 5 والمثل s dot m 2 طبعا لو نشوف الكلاس الابن عندي اللي هو sub ما راح نلقى m 2 موجود m 1 و m 3 لكن هذا ما يعني انه راح يطلع لي error لا راح يرجع المين للأب اللي هو super فلما نشوف انه هنا فيه m 2 تمام راح يكون print عندي super m 2 طيب عندي السؤال الأخير قال لنا super s equal to new sub 5 s dot m 3 لما نجي للكلاس حقنا نشوف انه هنا m 3 المثل هذه static فبحكم انه static راح ترجع المين للأب مباشرة فراح يكون البرنت طبعا هذي راح يتم تجاه له كليا راح يكون البرنت اللي هو super m 3 وبكذا الحمد لله نكون هنا من حل أسئلة midterm 203 لمادة iss 108 وأسأل الله لكم التوفيق في المادة هذه وفي التخصص بشكل عام وفي جميع مواد كم يا رب العالمين اشتركوا في القناة